ما ان اعلن الثوار بيان تشكيل غرف العمليات المشتركة وانطلاق معركة العاديات الا وكانت دبابات الجيش الحر ومدفعيته تدق حواجز النظام في ريث حماش شمالي حاجز عثمان المتمركز على تلة مرتفعة كان الهدف الاول للثوار مستدفين اليات النظام وتحصيناته ليستمر الهجوم بعدها ويكون حاجز الحماميات في مرمى الثوار تجمعات النظام وشبيحته في قرية المغير وبريديج تعرضت بدورها لضربات مركزة من الجيش الحر محققين فيها اصابات مباشرة تقدم الجيش الحر لم يتوقف هنا وكان الهدف الثاني قرة للملح وجلمة وكرناز فبعد تمكن الثوار من تحرير قرية جلمة وقطع طريق الرئيسي الواصل بين محردة وسقلبية دارت اجتباكات عنيفة استخدم فيها النظام شتى انواع الاسلحة محاولا استرجاع هذه المناطق وغير بعيدا عن الريف الشمالي فما تزال معركة قادمون مشتعلة في الريف الشرقي للمدينة حيث تابع الثوار استهدافهم مع قل النظام في كل من كتيبة البر وقرية المفكر ليثمير تقدمهم عن تحرير قرية السلامة وضمها لباقي القرى المحررة مطار حمال عسكري القاعدة العسكرية الاكبر لقوات النظام وطيرانه في المدينة كانت نقطة انطلاق لمعظم صواريخ النظام حيث لم يهدى القصف على مدن كفرزيتا وكفرنبودا وبساتين اللطامنة بالتزامن مع القائد طيران لعشرات البرامير المتفجرة مسببا سقوط العديد من الشهداء والجرحة ومخلفا دمارا في البنى التحتية كذلك الامر بالنسبة لقراج بالشحشب وسهل الغاب التي كانت هدفا لمدفعية النظام الى ذلك سجلت قرية الشيخ حديد في قائمة مجازر النظام حيث وثق الناشطون سقوط اكثر من ستة وعشرين شهيدا قضى بعض منهم ذبحا بالسكاكين اثناء اقتحام قوات النظام القرية بينما في حيالين قتلت قوات النظام اربعة اشخاص بينهم ثلاثة من عائلة واحدة في قصف استهدف البلدة اشتركوا في القناة